أنا ما فيني عيش بلاكي ما فيني أتنفس لازم تكوني جنبي لحسب السعادة أولا هيك بدي جوابك بأسرع وقت ممكن لا تتأخري علي فير معقول شو بدي ساوي من جهة وعادة أمي ما أعمل شي فجأة بدون ما أخذ موافقتها وخبرها قبل بس كمان من جهة تانية كيف بدي أتصرف أنا كتير محتارة كيف بدي أشرح له الموضوع شو بك أختي ولا شي أنت منيحة؟ صاير شي لا لا مو ساير شي بنوم صحيح بتشكرك عم بارح بخصوص الاسم أنك سكتتي وما خبرتي ماما أني كاتبته على إيدي ما عملت هذا الشي كرمع لك كرمع لأمنا شايفي قديش ماما مضغوطة هاي الفترة وخايفي عليكي بس ما رح قادر اسقط فترة طويلة لأحسن تحكي لأنتي وجهزي حالك تروحي على الكلية ماما نبهتك ما تروحي ولا محاضرة ديشا ديشا هو مرحبا بابا حبيت اشتري لكم شوي تغراض تياب بيجننوا إذا ما إجوا على مقاساتكم فينا نروح نبدلهم قديش حق قدن اللي جبتون شو قصدك؟ حبي أعرف قديش حاطت ببالك تمن لما حبتنا ديشا لا عدت غلطي معه تركيات شافي ديشا حتى لو صعب تصدقي بس أنا حابب كون صديقك مطورك